أستاذ عيسى أحب أبدأ حديثنا ونحكي عن أهمية موقع المختص من الناحية السياحية وأيضا من الناحية السياسية وهنا منقول سياسية لأننا نعرف بأن موقع المختص تم اعتماده من قبل دولة الفاتيكان وأيضا تم إدراجه لقائمة التراث العالمي من قبل اليونسكو نعم طبعا يعني احنا في الأردن بلد وأرض الرسالات والديانات السموية وكلها اجتمعت في هذا المكان من هاي البقعة الجغرافية من العالم وهذا كله مع الحضارات والثقافات والعصور اللي مرت على المنطقة وعلى الأردن على وجه التحديد كله هذا ساهم بأنه يكون فيه ميزة نسبية وتنافسية للأردن والشعب الأردني اليوم لأنه هذا يعني هذا أجدادنا اللي عاشوا وإحنا ورثناه وإحنا بدنا نستمر في هذه المسيرة أنه أهمية المنتج السياحي والمحافظة عليه وإحنا موجودين في أهم موقع ديني في العالم وأنا يعني سمحوا لي أكد أنه هو أهم موقع ديني في العالم لأنه أسرار الكنيسة أهم سر هو سر المعمودية المسيح ولد في بيت لحم في كنيسة المهد وتعمد في هذا المكان المبارك وإحنا منشعر أنه إحنا فيه علينا واجب في الأردن أنه هذه الرسالة رسالة المحبة ورسالة السلام والانسجام الموجود عندنا والتآخي والتواضع والانتماء والاهتمام لبعض هذا كله إحنا موروث من الأجيال السابقة طبعا لما نتحدث عن موقع المغضس وأهميته هو على مسار سلسلة من المواقع السياحة الدينية والمعتمدة من الفاتيكان متفضلتي في البداية وربما يعني بنفس الأهمية بأنه المكان اللي عاش فيه أو تعمد فيه المسيح وتعمد على يد يوحن المعمدان وهي رسالة اللي انطلقت منها المسيحية لليوم 2.6 مليار إنسان في العالم يتبع إلى يعني الديانة المسيحية إحنا منقول أو أنا بدي أكمل أنا كنت بسمع زميلي مدير الموقع كان يتحدث عن المرحلة الأولى والمرحلة الثانية للموقع وأهمية الموقع من إزاحة الألغام العام 1995 وبدأ استقبال الزوار والناس وبعدين ذكر الأب أبونا باتشاريلو اللي إحنا يعني لازم نذكر يعني ونستذكره بالخير اللي قدموا للأردن والشعب الأردني وللمناطق اللي خدموا فيها هذه مؤسسة اللي بنتمي إلى مؤسسة اللي فرانسيس كان اللي اهتمت مش بس في تطوير المنتج إن كانوا الوقف المسيحي في جبل نيبو ولكن في القطاع التعليمي والثقافي الصرح التعليمي الموجود في الأردن عمره 50 سنة أو أكثر كلية طرسنطة في عمان